خلونا بقى نروح لمقر النادي الأهلي في جزيرة معانا مرسلتنا العزيزة نورهان طمان مرسلت قناة النادي الأهلي عشان نعرف من خلال لقاءنا معاها آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالألعاب المختلفة وبرضو الأجواء الموجودة داخل النادي صباح الفل عليك يا نورهان صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا من مقر النادي بالجزيرة وحالة من الارتياح والسعادة والتفاؤل طبعا ما بين أعضاء النادي النهاردة يمكن فيه تواجد بكسافة في الساعات الأولى من صباح اليوم حالة السعادة طبعا ترجع إلى يعني فوز الفريق الأول مبارح أمام حرس الحدود بهدفين دون رد واقتراب النادي الأهلي من تحقيق البطولة المفضلة لبطولة الدوري فاضل على الحل تمانية زي ما بيقولوا شفنا هنا كمان ما بين الأعضاء استوديوهات تحليلية مسغرة عن مباراة أمس ونال يمكن وليد سليمان الجانب الأكبر من الإشادة والسناء بين الأعضاء النهاردة درجة الحرارة يمكن حر شوية 37 العظمة 24 الصغرى و10% حوالي 10% يمكن كمان درجة الحرارة ما أثرتش على تواجد الأعضاء النهاردة اللي زي ما قلنا تواجدوا بكسافة رغم بعض الزحام المروري في محيط النادي وعلى رأسها يعني زحام شوية على كبري أكتوبر يمكن ده طبيعي ليوم الثلاث دايما خلونا كمان يعني استمرارا لحديثنا عن الفريق الأول النهاردة الفريق هيتدرب الساعة 11 هنا في ملعب مختار التيتش حيث لا وقت للراحة ريني فيلر يعني رفض منح اللاعبين راحة بعد مباراة أمس اللعيبة اللي شاركة مبارح في المباراة هتخود تدريبات استشفائية والمستبعدين هيخودوا تدريبات كاملة مع تحت قيادة طبعا السويسري خلينا نقول كمان إن حسين الشحات بيواصل التأهيل الطبي وعمر السلية زي ما احنا عارفين حسين الشحات كان طبعا أجرى عملية جراحية وعمر السلية كان تعرض لإصابة في مباراة المصري بشد في العضلة الأمامية اللي طبعا أعلن كابتن سعدة عبدالحفيز مدير الكرة بعدها إنه اللاعب هيغيب ما بين 10 إلى 15 يوم يمكن استمرارا كمان بقى للحديث عن نادي الأهلي والألعاب الأخرى عندنا خبر طبعا جميل أنه فريق السيدات السلة فاز مبارح على هليوبلس بنتيجة 76 مقابل 63 في نصف نهائي دوري السوبر وهيتأهل لمواجهة سبورتينج إن شاء الله في المباراة النهائية كمان استمرارا للحديث عن سيدات السلة إدارة النادي نجحت في التعاقد مع سنائي هليوبلس نهى أسامة شتا وفريدة وائل اللاعبتين البارزتين جدا في فريق هليوبلس وهم حاليا مؤهلين أو يعني ممكن يشاركوا في التدريبات الجمعية مع الفريق بعد التعاقد معاهم دي هنا كانت أبرز أخبارنا من داخل مقر النادي بالجزيرة شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو نحن اللي بنشكرك يا نورهان شكرا جزيلا على معلوماتك الجميلة وحلوة فاضل على الحلوة تمانية وتشاء الله ضايبة فاضل على الحلوة الخمسة يعني ادغت لما نوصل بعد الهدف النشوط الحلوة والسل خلاص يعني ديتبقى أحلى وأحلى شكرا لك يا نورهان شكرا لك يا نورهان